موسيقى موجزا لأهم الأنباء أهلا ومرحبا بكم استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي رئيس الجمهورية القائد العالى للقوات المسلحة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع الميليشيات الحوثية كما استعمى فخامة الرئيس إلى شرح موجز لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات وثمن فخامة الرئيس الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم بلادنا وقيادة الشرعية لدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي لا تكترث للسلام ولا لمعاناة شعبنا اليمني وأشهد فخامة الرئيس بالدور الميداني والعمليات الكبيرة الذي يطلع به التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع أجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية القائد العالى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بقائد لواء العربة العميد الركن عبد الكريم السدعي وذلك للوقوف على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومنها محور مران التي تتعزز انتصاراتها وإلحاق الهزائم المتوالية بالميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يواليها وعبر فخامة الرئيس عن خالص تعازيه للعميد السدعي في استشهاد ابن أخيه عبد الوهاب عوبل السدعي مثمنا التضحيات التي يقدمها حماة الوطن للنصرة اليمن الاتحادي الجديد استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسر إلى المستجدات الأمنية وجهود تثبيت الأمن في عدد من المناطق المحررة وأشهد نائب الرئيس بالجهود المبذولة منوها إلى أهمية توحيد الأجهزة الأمنية وتفعيل أقسام الشرط وتأهيل منتسبية الأجهزة الأمنية وأشار إلى توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القيد العالى للقوات المسلحة والأمن برفع مستوى الحس الأمني والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية لتنفيذ المهام المنوطة بالشرطة والأمن في تثبيت الأمن والاستقرار لمواجهة التحديات المتربصة باليمن التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن بمحافظ محافظة الحديدة وأعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة التي يرأسه اللواء الركن صغير عزيز واللواء الركن محمد مصلح عيضة والعميد أحمد الكوكباني والعميد الركن صادق عبد الله دويد واطلع رئيس الوزراء على إحاطة حول أعمال وجهود لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة التي انبثقت عن اتفاقات السويد وأكد دكتور معين ضرورة التركيز على ألية إعادة الانتشار في الحديدة على أن تلزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ الاتفاق والالتزام بوقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة ووقف عمليات التحصن والدفاعات العسكرية وأن ينصعوا إلى كافة بنود اتفاق استوك هولم الانسحاب من الموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ارتكبت ميليشيات الحوثي مجزرة جديدة بحق نازحين من محافظة حجة حيث استشهد فيها ثمانية وأصيب أكثر من سبعة وعشرين معظمهم من الأطفال والنساء وقال مصدر المحلين مخيما نصب في أرض صحراوية لنازحي قريتي شليلة وبني الحداد في مدرية حارض بمحافظة حجة تعرض لقصف عنيف شنته الميليشيات الحوثية بصواريخ الكاتيوشة وأكد مصدر طبي وإغاثي أن فرقا طبية أرسلت الموقع الحادث لإنقاذ الضحايا وأحصد ثمانية قتلى وأكثر من سبعة وعشرين جريحا قصفت ميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا بقضائف الهاون منزل أحد المواطنين في قرية السبعة العليا جنوب مدينة حيس بمحافظة الحديدة وذكر المركز الإعلامي لقوات العمال قعا مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثية قصفت منزل المواطن وحيد سلمان بقضائف الهاون ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الأسرة وإصابة آخرين بجروح خطيرة وأشار المركز لأن الميليشيات الحوثية قصفت المنزل بالقضائف واختأذان مغرب الجمعة ما أدى لاستشهاد الأم سعد علي طالب شوكي وعلى الفور وإصابة اثنين من أطفالها بجروح وصفت بالخطيرة وخطيرة حررت قوات الجيش الوطني اتباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي إن قوات اللواء بمشاركة وحدات عسكرية من محور أزال تمكنت من تحرير اتباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة وقطع خط إمداد الميليشيات عن مركز المديرية بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام الموجز شكرا لكم في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم